أعزائي من مدينة أفسوس القديمة من واصل دراستنا عن مدرسة أفسوس يقول الكتاب المقدس مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السمويات في المسيح يسوع البركات الروحية خلي بالك أن الرسول بولوس بيتكلم لكنيسة ابتداها في هذه المنطقة خدم لمدة ثلاث سنوات وحاليا بيكتب لهذه الكنيسة من السجن من سجن روما وطبعا بيتكلم عن البركات الروحية مقارنة للبركات العهد القديم وأيضا البركات اللي في هذه المنطقة خلفي مكتبة سلسس تعتبر ثالث أكبر مكتبة في العالم بعد الإسكندرية أوبرغاموس فكانت مركز ثقافي في كنوز المعرفة والحكمة لكن الكتاب يقول عن يسوع المسيح المذخر فيه جميع كنوز المعرفة والحكمة أيضا الناس كانت تيجي تدرس فلسفي وثقافي في هذا المكان لكن المعرفة يسوع كانت طبعا تفوق أي معرفة أخرى أيضا بالمقارنة مع العهد القديم الله وعد الشعب في بركات كثيرة لكن البركات هي كانت طبعا كجزء من الطاعة إن سمعتم لصوتي وأطعتم وصياي لازم يكون في طاعة للرب وعندها الله بكافئ بيعطي بركات الطاعة أو مكافآت الطاعة لكن هون بيتكلم على البركات السموية البركات الروحية تتكلم عن غنى تتكلم عن ثروة المؤمن في المسيح كانت أفيسوس تعتبر خزنة آسيا بنك آسيا ومثل ما شايفين في هذا الطريق شايفين الدكاكين في كل مكان القديمة اللي كان فيها المشتريات والمبيعات أكتر وكانوا يأتون لعدة أسباب دينية تجارية ثقافية يعني لأي سبب حتى إيش ينهلوا من البركة اللي موجودة في هذا البلد لكن الكتاب يتكلم عن بركات أعظم يتكلم عن ثروة المؤمن في المسيح حق يسوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر